وبمناسبة تونس كاس العالم السندي مهم جدا بالنسبة لي في نقطتين النقطة الاولى انه كاس عالم جديد من نوعه ما فيش مكان فيه لصغير وكبير والدليل انه لما تيجي قبل كاس العالم تسأل معظم الناس اللي عندها شغف بكرة القدم او الناس اللي متابعة كرة القدم او الناس اللي هتابع البطولة لحظة بلحظة وتقول لهم مين المنتخب اللي ممكن يكون مرشح للفوز والبطولة اعتقد انه الجميع هيتفق بنسبة 99% انك بتتكلم على منتخبات بحجم البرازيل المانيا فرنسا اسبانيا الارجنتين ما اعتقدش انه ممكن حد يتل وحد لو يعني يراهن شوية ممكن ومعهم هولندا وبلجيك ما اعتقدش انه حد ممكن يقول اسم تاني يعني ففي النهاية بعد ما ينتهي الدور الاول دور المجموعات تكتشف انه كل الكبار دقوا مرارة الهزيمة يعني اليابان علمت على المانيا واسبانيا الكاميرون علمت على البرازيل السنغال علمت على قطر ويات المتحدة الامريكية مغرب علمت على بلجيكا ما فيش فريق كبير ارجنتين طبعا اتغلبت من السعوداء ما فيش فريق كبير مرشح للقب ما دقش مرارة الهزيمة من فريق بيتقال عليه انه صغير ودي الحقيقة حاجة ما بتحصلش او ما شوفتهاش تحصل مرة تحصل اتنين لكن تحصل بالشكل ده تحصل مع الكل كده ما اعتقدش ان احنا شوفناها في اي نسخة من نسخ كاس العالم قبل كده وده يقولك انه ان كرة القدم بتتغير وفكرة انه انه الناس تبقى رايحة كاس العالم عشان التمثيل المشرف او الاداء المشرف فكرة عفع عليها الزمن وانتهت من الزمن الناس رايحة عندها طموح وعندها رغبة وعندها اصرار وعندها تحدي وقد كان كل الصغيرين دول ادروا من اسيا ومن افريقيا ادروا يعملوا نتاج كبيرة جدا قدام كبار العالم النقطة التانية اللي اتمنى بقى في كل المطشاط اللي احنا شوفناها اتمنى انها تكون رسالة لفرقنا هنا في الدوري لكل الاجهزة الفنية مفيش فرقة لعبة بالتكتل الدفاع العقيم اللي احنا بنشوف في الكرة عندنا هنا في مصر باستثناء اللهم اليابان في شرط واحد مش هفتهاش تاني في كاس العالم يعني مفيش فرقة رجعت تدافع بال11 لعيب وفضت متكتلة في الصندوق بتاعها لغاية على وعاسة انها تطلع بنقطة غير اليابان الشرط الاول قدام المانيا ورجعت الشرط التاني عملت ريمونتادا وكسبت 2-0 كرة العالم كرة القدم في العالم كله بتتغير واتمنى اتمنى نشوف مش هقول حاجة زي كده بس حاجة قريبة من كده في الدوري المصري فكرة اللعب الكرة على الحفاظ على فرصة النقطة دي فكرة انتهت من زمان جدا اتمنى انه المطشاط اللي نشوفها في الدوري المصري تكون فيها كرة شبه اللي احنا شفناها فيها كرة فيها تاكتكس فيها كرة فيها سرعة فيها قوة فيها لياقة ويا ريت كمان يكون فيها مهارة عشان الدوري المصري يبقى ممتع وعشان سنة بسنة انا بتمنى ان احنا كمشاهدين ما يبقاش عندنا دايما مسبقا القدرة ان احنا نتوقع ان تكتل مباراة قبل ما تبدأ اللي هي بنسبة 90% بتكون صح ومن هنا بتيجي حلاوة المنافسة حلاوة البطولة واتمنى الموسم ده نشوف حاجة وخصوصا ان احنا عندنا مديرين فنيين جدا سواء اجانب او مصريين طالعين ما عندهمش ثقافة التكتلات واللعب على النقطة دي عندهم شوية ممكن نقول جرأة بنشوف لعيبة وبنشوف فرق الحقيقة النهاردة بتعمل ماتشات كويسة جدا التغير اللي حصل في خريطة الدوري بظهور قوة جديدة زي مثلا فاركو فيوتشر بيراميدز وتراجع قوة تقليدية مثلا مثلا يعني زي الاسماعيلي لسنين طويلة جدا انا بقول على سبيل المثال يعني مش الحصر غير شوية من الخريطة فأتمنى ان شاء الله ان الموسم ده يكون موسم قوي